وهذه اعزائي التفتولي جيدا وهذه مسألة مهمة في كثير من القيم الاخلاقية والاحكام الفقهية مع الاسف الشديد ان الحوزات العلمية فصلت هذه الابحاث مع ان هذه الابحاث وحدة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض ما ادري واضح هذا المعنى يعني الان في الحوزة العلمية انت تقرأ الحكم الشرعي مع ان هذا الحكم الشرعي له جذور مرتبطة بالبعد التكويني مرتبطة بالبعد الوجودي وانت ما لم تفهم تلك الابعاد الوجودية لا يمكنك ان تفلماذا انه القيمة الاخلاقية بهذه الطريقة ما ادري واضح اعزائي وهذا من اهم مساوئي وسلبياتي فصل العلوم بعضها عن بعض في الحوزات العلمية يعني انت تقرأ علم الفقه ولا علاقة لك بعلم ماذا ها بعلم الكلام ولا علاقة لك بعلم التفسير ولا علاقة لك بالباحث الفلسفية ولا علاقة لك بالابحاث الاخلاقي وهكا فتجد ان الحكم في نفسه كانه نشاز شاذ لماذا لماذا هذه الحكم الجواب لانه هذه له جذور لابد ان تجذر المسائل وهذا الذي انا ادعو لي ان الشخص اذا اراد ان يكون فقيها لابد ان يكون عالما بالدين لا يكفي ان يكون ماذا ها فقيها اصلا لا يكون فقيها هذا مجاج نسميه فقيها ليس فقيه الفقيه هو الذي ماذا ولهذا القرآن الكريم ام صريح قال لي يتفقه في الدين مو ليتفقه في الفقه الاصغار لابد ان تكون له جامعية شمول حتى يستطيع وانتم وجدتم في الابحاث السابقة كيف ان مسألة في علم اللغة وفي فقه اللغة كانت مؤثرة على الفهم التفسيري كاملا مولان الان في الحوزات العلمية هل يعتنى بفقه اللغة وفلسفة اللغة وعلوم اللغة لعملية الاستنباط او يقولوا لا علاقة له يقلد انتهت القضية قول اللغوي ما هو حجة انتهت يقلد انتهت القضية ولهذا انا مرارا وتكرارا قلت انه لا يكون الفقيه فقيها الا اذا كان ماذا مفسرا الا اذا كان متكلما الا اذا كان عالما بالمعارف الديني جيد جيد